بسم الله الرحمن الرحيم فهذا هو مجلسنا السادس عشر الذي نختم به مدارستنا تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله الذي صدر به كتابه تهذيب الأسماء واللغات نختم مدارستنا لهذا الكتاب في سادس عشر مجالسه التي ابتدأت منذ أسابيع مضت لنختم مجلس الليلة بتمام هذا الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه وهو مجلس نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله لهذه الأمة هاديا وبشيرا وسراجا منيرا ثم أمرنا معشر أمته بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وخصوصا في مثل هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة فعسى أن يكون مجلسنا هذا أيها الكرام سببا يحملنا على مزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كالغيف أحيى الله دنيانا به واستبشرت بحديثه أرجانا صلوا عليه وسلموا واستلهموا من هديه ما يسعد الإنسان فيارب صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الحبيب المصطفى والنبي المجدبى محمد بن عبد الله أتم صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام وآخر مجالسنا الليلة بعون الله نتم به ما ابتدأه المصنف رحمه الله في الحديث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم بكم أن المراد بالخصائص النبوية جملة الأحكام الشرعية التي خص بها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ومعنى الخصوصية ألا يشاركه فيها أحد من أمته وتلك الخصائص جمعها الفقهاء ثم صنفوها أربعة أقسام قسم من الخصائص في الواجبات وجب عليه أحكام لا تجب على غيره من أمته صلى الله عليه وسلم وقسم ثاني في المحرمات فحرم الله عز وجل عليه أمورا لم تحرم على أحد من أمته صلى الله عليه وسلم وقسم ثالث في المباحات والتخفيفات والرابع الذي نختم به مجلس الليلة الحديث عن الفضائل والمناقب والكرامات وكل واحد من هذه الأربعة يقسمها العلماء إلى قسمين ما كان متعلقا بالنكاح وما كان عاما في أبواب الشريعة سوى النكاح وقد تم لنا في الخصائص المتعلقة بالفضائل والكرامات جل ما جاء في هذا النوع وكان آخر ذلك الحديث عن الاختصاص به صلى الله عليه وسلم وخلاف الفقهاء في جواز التسمي باسمه أو التكني بكنيته لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وتقدم أن الراجح الذي عليه الإمام مالك وغيره من أهل العلم رحم الله الجميع أن هذا النهي مخصوص بزمن حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد مماته فيجوز التسمي باسم محمد الذي نظن أنه أكثر أسماء أبناء أمة الإسلام تسمية به والجواز التكني بكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأن النهي كان مخصوصا في زمن حياته لما كان اليهود يتعمدون من قصد إذائه فيكنون بعضهم أبو القاسم ثم يرفعون النداء به فإذا التفت قالوا لم نعنك وأرادوا بذلك إذاءه عليه الصلاة والسلام وها نحن نتم في مجلس الليلة البقية الباقية مما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الخصائص وبالله التوفير ومنه العون والسداد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي قيل معناه أن أمته ينسبون إليه وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائل الأنساب هذا يا كرام من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خص بها دون أمته بل دون البشر أجمعين وهذه الخصيصة كما ترى في المناقب والكرامات قال كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي عليه الصلاة والسلام الحديث ذو روايات كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه كذلك هو والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخرجه أحمد في مسنده من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه كما أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه طرق الحديث على تعددها لا تخلو من ضعف لكنها لتعددها وكثرتها وتنوع مخارجها فقد حكم المحدثون بصحة الحديث لمجموع أسانيده وطرقه كما قرر ذلك ابن الملقن رحمه الله وفعل أيضا الشيخ الألباني رحم الله الجميع فالحديث صحيح بأسانيده وطرقه كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب المراد بالسبب والنسب هنا أقوال أشهرها وأقربها وأظهرها أن السبب ما اتصل بالولادة ما كان عن طريق الولادة والنسب ما كان عن طريق المصاهرة النسب ما كان عن طريق الولادة والسبب ما كان عن طريق المصاهرة فقوله كل سبب ونسب يعني كل قرابة كانت من النسب تجتمع به صلى الله عليه وسلم فإنها المقصودة هنا وأما أنساب البشر وأسباب المصاهرة بينهم فإنها منقطعة يوم القيامة فالمقصود هنا أن السبب هو الصهر وقد جاء في بعض روايات الحديث قال كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي وصهري في بعض روايات الحديث المذكورة آنفا والمقصود بهذا الحديث بيان فضل من اتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام من آل بيته بالنسب أو من اتصل به من قبائل العربي بالمصاهرة وقد صاهر النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون من أمهات المؤمنين رضي الله عنه عدة قبائل في قريش وفي غيرها لكن لا يشمل هذا الحديث من كان كافرا من ذوي نسبه أو سببه عليه الصلاة والسلام بل المراد به المؤمنون من آل بيته من النسب أو من من اتصل به بسبب المصاهرة صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله من الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة يوم القيامة لا يغني والد عن ولد ولا زوج عن زوجته ولا أم عن ولدها ولا العكس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا يغني أحد عن أحد فالأسباب يومئذ تنقطع ولا ينفع شيء منها هذا المراد كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة يقول ابن كثير رحمه الله المراد أن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة نفعه وبره إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإذا نوفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قال الحافظ بن كثير قال أصحابنا يعني الشافعية قيل معناه إن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم هذا المعنى الثاني المذكور عند أهل العلم في شرح الحديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتسب إليه يوم القيامة فيه قال أمة محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء لا تنتسب أممهم إليهم هذا معنى قال وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب وهذا أرجح من الذي قبله فرجح رحمه الله أن المراد السبب المصاهرة والنسب ما اتصل بنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم قال بل ذلك ضعيف يعني القول الآخر قال الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب انتهى كلامه رحمه الله في هذا الحديث تقرير لمعنى عظيم ورفعة لقدر ومقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله جعل ذوي نسبه وسببه بسببه عليه الصلاة والسلام يحظون بنفع يوم القيامة أي نفع؟ نفع شفاعة ونفع كرامة بقرابتهم ونسبهم وصهرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معنى ذلك أن الكافر كأبي لهب وهو عمه عليه الصلاة والسلام يخرجه ذلك من النار الجواب لا تبقى المحكمات في أحكام الشريعة والثواب والعقاب لا ينخرم لكن هذه خصوصية ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على العمل والسعي لنيل السبب الذي ينادون به رحمة الله وفي الحديث أيضا دعوة لآل بيته عليه الصلاة والسلام المتصلين بنسبه الشريف أو من اتصل بالمصاهرة بالأسباب أيضا منه صلى الله عليه وسلم هي دعوة لهم أن يكونوا أوفر الأمة حظا بالعناية بسنته والتمسك بهديه والاقتراب من شريعته لأنهم أولى الناس به كيف لا؟ وهم قرابته وأصهاره عليه الصلاة والسلام وقد خصوا بهذه الكرامة والمنقبة والنبي عليه الصلاة والسلام قد قرر أنه لا ينفع نسبه منقطعا وحده دون العمل وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند مسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا فهذا أصل عظيم لكن المراد أن يجعلوا من سبب قرابتهم أو نسبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه محملا كبيرا ليكونوا أوفر الأمة حظا بالطاعة والاتباع والاقتداء والاستنان والالتصاق بهديه عليه الصلاة والسلام لما خصوا به من هذا المقام الكريم وهذا التفرد بهذا المعنى العظيم وإلا فإن النسب وحده لا ينفع صاحبه بذاته إلا أن يكون معه عمل وطاعة أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما في صحيح مسلم قال الإمام النووي رحمه الله معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل لكن من أحسن العمل وقد أكرمه الله بالنسب الشريف أو المصاهرة فهذا من أسعد الناس حظا وأعلاهم مكانة ومقاما عند الله وعند خلقه وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام نعم قال أصحابنا ومن استهان أو زنى بحضرته كفر كذا قالوه وفي الزنا نظر من استهان أو زنى بحضرته كفر الاستهانة والاستخفاف مناقضة لأصل التوقير والاحترام الذي أمرنا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا هذا تعليل ما أرسله الله إلا لهذا هذه مقاصد بعثته ورسالته لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه التعزير النصرة والتوقير الاحترام فنحن مأمورون بالاحترام فأي فعل يناقض هذا الأدب حرام أي فعل أو قول أو إشارة أو همس أو لمز فيه منقصة من مقام الاحترام لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه أمر خطير أما السخرية والاستهزاء فمحط كفر عياذا بالله ولما سخر المنافقون في غزوة تبوك برسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم جاءت آية التوبة صريحة قاطعة حاسمة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهذا من آكد الأدلة التي تدل على أن السخرية والاستهانة والاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام مقام خطير بل كفر صريح قال من استهان ثم قال أوزنا بحضرته أولا هذا لم يقع فلا داعي إلى الخوض فيه ما المقصود بحضرته هل المقصود بين يديه وهو ناظر إليه أو المقصود في زمنه وبعثته إن كان المقصود بزمن بعثته فقد وقع الزنا من بعض صحابته ولم يكن هذا كفرا لأحد منه هي زلة وخطيئة وقد شهد الله لهم بالرضوان وعفى عنه وكان في ذلك تشريع للحدود لكنه لم يكن كفرا وإن كان المقصود الزنا بحضرته أن يفعل وهو ناظر لما في ذلك من معنى الاستخفاف والاستهانة وعدم الاحترام والتقدير أجل فهو كفر لكنه لم يقع فلا حاجة إلى تقريره لأن كل معصية من الكبائر والفواحش وليس الزنا وحده إذا فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام استخفافا به عياذا بالله أو استهانة أو جرأة على شريعة الله بين يديه فهذا من مناطات الكفر نسأل الله السلام ولهذا قال النووي رحمه الله وفي الزنا نظر يعني لا يطلق الحكم بأن فعل الزنا في زمنه يكون حكما بالكفر لما تبين من أنه قد وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام من بعض صحابته رضي الله عنهم وعنهن ولم يكن ذلك كفرا لأحد منهم باتفاق العلماء قال ابن القاص والقفال المروزي والقفال المروزي ومن الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي ولا تسقط عنه الصلاة ولا غيرها يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي كيف يؤخذ عن الدنيا؟ يعني لما يغشاه الوحي عليه الصلاة والسلام فإما أن يتمثل له الملك في صورة رجل في صورة الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي مثلا فإذا رأاه في هيئة إنسان أو رجل من صحابته فإنه يكون بكامل وعيه وإدراكه بل جاء جبريل عليه السلام ذات يوم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم جعل يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها ثم انصرف في كل مرة يجيبه يقول صدقت والصحابة يتعجبون يسأله ويصدقه فلما انصرف قال أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم والمقصود أن هذه الصورة من الوحي يكون فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في تمام إدراكه لكن الصور الأخرى وهي التي يتغشاه فيها الوحي فيناله عليه الصلاة والسلام من الشق نشقة والتعب وتصب بالعرق ما هو شيء عظيم قال يأتيه الملك في صوت كسلصلة الجرس فيتغشاه الوحي ويتصبب عرقا هذا الموقف وهذا النوع من صور الوحي هو المقصود هنا قال يؤخذ عن الدنيا يعني لن يكون لحظة الوحي تلك مع أصحابه في أمر مجلسهم واعيا بحضرتهم قال يؤخذ عن الدنيا لاتصاله بالوحي وما ينزل عليه من ربه عز وجل فإذا انقضى الوحي وتفصم عنه عاد إلى أصحابه فأخبرهم بما أتاه من الوحي أين الخصيصة هنا؟ قال عندما يؤخذ عن الدنيا لا تسقط عنه صلاة ولا غيرها لأن سائر أمته من غاب منهم عن الوعي بإغماء مثلا أو غياب عقل فإنه يرتفع عنه التكليف أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يزال في أتم مراتب التكليف بل في أعلاه لأنه لحظة أخذه عن الدنيا هو باتصال بالملكوت الأعلى لأخذ الوحي وتلقيه وتبليغه لأمته صلى الله عليه وسلم فهذا من خصوصياته التي اختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر أمته كما أراده المصنف في تعداده في هذا المقام ومنه أن من رآه في المنام فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورته ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر في الشر لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤية لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به قال البخاري قال محمد بن سيرين إذا رآه في صورته يعني بهذا القيد أن يكون الذي رآه في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه المعروف المنقول في الكتب والرواية التي استقرت فعرف بها هيئته عليه الصلاة والسلام وقيل معنى الحديث قال القاضي أبو بكر معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأبغاث وقد أخرج البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني يعني لا يكون في كينونة صورة تتصل بي حفظ الله مقام نبيه عليه الصلاة والسلام من الافتراء عليه أو الكذب عليه أو نسبة شيء من الدين لا تصح إليه عليه الصلاة والسلام حفظه الله من الشيطان حيا وميت حفظه الله من الشيطان نائما ومستيقظا حفظه الله من الشيطان في المنام وفي اليقظة وهذا المقصود أن مر النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فهي رؤية حق والذي رآه إن كان بهذا القيل على وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهيئته فالذي رآه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فإما أن تكون مجرد رؤية يرى فيها شخص النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون فيها كلام ولا إشارة لكنه أسعد الناس في منامه ذاك برؤيته رسول الله عليه الصلاة والسلام ولن تكون إلا في سياق بشارة أو في سياق خير يدل عليه العبد أو هداية تساق إليه ونحو ذلك وإما أن يكون في ظن الرؤية حديث وكلام كأن يخاطبه عليه الصلاة والسلام أو هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبه أو يسمع حوارا بين النبي عليه الصلاة والسلام وآخر معه في المنام كأن يكون أحد الصحابة أو أحد من يعرفه الرائي فيسمع كلاما ليس خطابا له فإن كان في الرؤية كلام فما حكم هذا الكلام الصادري ممن رآه الرائي في المنام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو حديث نبوي تقوم به الحجة وتبنى عليه الأحكام ثم له إذا استيقظ أن يقول أوصاني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أتصدق بداري هذه على كذا أو أن أتنازل عن مالي كذا أو أن أتزوج فلانا أو أن أطلق أم أولادي هل هذه إحكام لأنه تلقاها من رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام هنا يتكلم العلماء ويقررون المسألة قال المصنف رحمه الله من رآه في المنام فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورته ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر في الشرع كيف يعني؟ يعني يأمره في المنام بشيء خلاف أحكام الشريعة أو ينهاه عن شيء من واجبات الشريعة هذا تعارض وما ثبت عندنا من السنة الصحيحة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتصل مما تكلم به بلاغا للأمة وتعليما لها في حال اليقظة التي سمعه فيها الصحابة أوثقوا آكد ومقدم على غيره هذا إذا كانت الوصية في المنام بشيء يخالف أحكام الشريعة لكن ماذا لو أوصاه في المنام بخير وحذره من شر فهذا من تأكيد ما جاءت به الشريعة فيؤخذ به استئناسا هذا المقصود إذا لضبط التعامل مع ما يراه الرائي في المنام لكن هل له أن يذهب فيقول لغيره يا فلان إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لك افعل كذا كما قلت لك في أمور قد تكون بما لا خلافة أو موافقة فيها للشريعة يقول لك بعدارك التي ببلدة كذا أو تصدق بمزرعتك أو تزوج أو طلق أو يفعل أو لا تفعل ما موقفك إذا جاءك الرائي فقال لك يا فلان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يأمرك بكذا هذا على الصحيح عند العلماء لا تبنى عليه أحكام قال المصنف رحمه الله لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤية لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه الذي يحدثك الآن ينقل لك شيئا سمعه لما كان نائما والنائم غير مكلف فإذا نقل لك حكما يأمرك أن تعمل به أو رواية ينقل لك بناء حكم عليها فلا يبنى عليها حكم لسبب ما سمعت قال لا للشك في الرؤية الرؤية عند صاحبها الذي رأها حق لكن هل نبني عليها حكما لغيره ثم نبني عليها مسائل قال لا يفعل ذلك لأن الخبر لا ينقل إلا من مكلف ضابط قال والنائم بخلافه يعني ليس على ذلك الحال قال أهل العلم خص عليه الصلاة والسلام بأن رؤيته في المنام صحيحة ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لألا يكذب على لسانه في النوم كما منع الشيطان أن يتصور في صورته في اليقظة إكراما له صلى الله عليه وسلم وقد نقل الإمام النووي رحمه الله في باب الإسناد من الدين في مقدمة صحيح مسلم عند قول مسلم في موقف لطيف يذكره المحدثون في مسائل الرواية والتثبت في أحوال الغواء قال إن حمزة الزيات أحد قراء الإسلام أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان أبان أحد رواة الحديث عرض عليه قال حدثني أبان عن فلان عنك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنك قلت كذا وكذا قال فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة هذا عند المحدثين دلالته تضعيف رواية أبان في الحديث وأبان عندهم ضعيف في رواية الحديث لكن السؤال هل نجعل هذا حجة قاطعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضعف الرواية عن أبان لأن حمزة رأاه في المنام فأخبره بكيت وكيت قال النووي رحمه الله قال القاضي عياض هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت وهذا بإجماع العلماء ونقل الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع هذا بالنسبة إلى ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من الأحكام ومنها أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجا والحديث هذا في أوله مناسبة لطيفة لليلتكم هذه ليلة الجمعة أيها الكرام عن أوس بن أوسن الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في السنن عن أوس بن أوسن الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني بليت وأكلت الأرض جسدك كسائر الأموات كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين والحديث أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج ابن سعد عن الحسن مرسلا قال افرشوا لي قطعتين افرشوا لي قطيفتين في لحده فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء وحديث السنن أصح وهذه خصوصية وسائر الأموات تبلأ أجسادهم وتذهب بعد الدفن إلا من حفظه الله عز وجل وهذا نص في الأنبياء ويذكر أيضا في الشهداء مثل ذلك حفظ أجسادهم ومن حفظ الله جسده من البلا بعد الدفن فهي كرامة ولا يجعله الله عز وجل إلا لمن خصه بفضل رزقنا الله وإياكم من فضله الواسع العمين ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد قال أصحابنا وغيرهم فتعمد الكذب عليه من الكبائر فإن استحله المتعمد كفر وإلا فهو كسائر الكبائر لا يكفر بها وقال شيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين يكفر بذلك والصواب الأول وبه قال الجمهور والله أعلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد إيو الله ليس الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ككذب على أحد في الأمة كلها الحديث صحيح أخرجه الشيخان بل الحديث متواتر بكثرة ألفاظه وطرقه وتعداد الصحابة الذين رووا هذا الحديث بما يزيد عن ستين صحابي سمعوا منه صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة ومواقف لا تحصى وهو يقول في هذا الحديث ألفاظا متعددة إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وألفاظ كثيرة في هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين حتى لو لم يكن هو الذي افترى الكذبة لكنه نقلها اشترك في الإثم لماذا هذا التهويل العظيم والحفظ الشديد للقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه دين يا كراء والدين هذا وحي من الله فمن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله فقد افترى كذبا وتجرأ ولسان حاله يقول إن الله أنزل على رسوله في الدين كذا وكذا وكذا هذا افتئات على الشريعة والشريعة أغلقت هذا الباب بقفل من حديث بل من نار فليتبوأ مقعده من النار ولذلك كانت الوصية دوما لأهل الإسلام ألا يتساهل أحد في نقل حديث أو روايته واليوم مع سهولة التراسل والتواصل في وسائل التواصل في أجهزة الجوال بين أيدي الناس وتتناقل الأحاديث والروايات يا أخي إن لم يثبت عندك وتعرف صحة الحديث فانتبه هذه مشاركة في إثم عظيم لا يجرؤ مسلم على الاقتراب منها ويقع فيها الناس غفلة وتساهلة لكن المقام عظيم هذه من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب إذا كانت من خصوصياته فهل معنى هذا أن الكذب على غيره جائز وحلال؟ الجواب لا ليس في الإسلام خصلة ذميمة مثل الكذب والكذب أبغض الأخلاق وأسواؤها وأشأمها على صاحبها في الدنيا وفي الآخرة لكنه فرق بين أن تقول إن الكذب حرام وبعض أهل العلم عنده في الكبائر لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب نسأل الله السلامة لكن الكذب حرام وإثم وجريمة وكذا أما الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فطريق مباشر إلى النار عياذا بالله فليتبوأ مقعده من النار هنا الخصوصية لما تبين لك من الحكمة الجليلة في هذا قال النووي رحمه الله عن فقهاء الشافعية فتعمد الكذب عليه من الكبائر فإن استحله المتعمد كفر استحله يعني يراه حلالا ليس فقط يتساهل بل يعتقد حله وإلا فهو كسائر الكبائر لا يكفر بها وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وهو فقيه وابنه أيضا إمام من أئمة الشافعية قال يكفر بذلك يعني وإن لم يستحل بمجرد الكذب قال والصواب الأول وبه قال الجمهور والله أعلم وأعلم أن هذا الضرب لا ينحصر ولكن نبهنا بما ذكرناه على ما سواه أعلم أن هذا الضرب لا ينحصر يعني هذا النوع من الخصائص التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام لا ينحصر وها نحن قد عرضناها في مجالس ثلاثة ومع ذلك فهو يراها مختصرة وقد أفرد العلماء في الخصائص مصنفات مستقلة كما صنفه ابن الملق في كتابه غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وألف فيه الإمام السيط رحمه الله كتاب الخصائص الكبرى فقد ألفوا فيه المصنفات وتكلموا عنها ولهذا لما اختصر النووي رحمه الله هذا الباب من العلم في الخصائص قال اعلم أن هذا الضرب لا ينحصر هذا النوع من المسائل المتعلقة بخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينحصر ولكن نبهنا بما ذكرناه على ما سواه نعم ولنختم الفصل بكلامين أحدهما قال إمام الحرمين قال المحققون ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه فإن الأقيسة لا مجال لها والأحكام الخاصة يتبع فيها النصوص وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة قال المصنف رحمه الله ولنختم الفصل بكلامين يعني بنقلين من كلام أهل العلم أحدهما لإمام الحرمين الجوين أبو المعالي رحمه الله قال إمام الحرمين قال المحققون ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه عادة يتكلم العلماء عند حديثهم عن الخصائص النبوية بمقدمات يذكرون فيها هذه المسألة هل من فائدة في دراسة وجمع وقراءة الخصائص النبوية وقد عرفتم ما معنى الخصائص الأحكام التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال إن كانت خاصة به فما لي وما لك أي نفع فيها لي ولك نحن نقول هي خصائص خصه الله تعالى بها فإذا لا فائدة بالنسبة إلينا نحن إن كان الله قد خصه بجواز نكاح ما زاد عن أربع من النساء فنكاح تسعا وحدى عشر وثلاث عشرة امراء فهذا أمر يخصه عليه الصلاة والسلام أنا وأنت ما علاقتنا بهذا انتبه قال إمام الحرمين قال المحققون ذكر الخلافي في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيهم عندما نأتي لمسألة هل حصل كذا أو ما حصل هل هذا من خصائصه وقع أو لم يقع هل كان زواجه من صفية رضي الله عنها عتقا ثم جعل العتق مهرا ثم نكح أو جعل عتقها صداقها فكان عقدا واحدا أم هو هبة وهبت نفسها له فقبل هل المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام كان نكاحا بلفظ الهبة أم هبة خص بها ليكون نكاحا له هذا خلاف قد مر بكم في المجلسين السابقين بعضه يقول ذكر الخلافي في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه يعني ليس المقصود لا فائدة أنه عبث ولغو حاشا لكن المقصود أنه لا يؤخذ منه فوائد فقهية لأحكام تتعلق بالأم قال خبط لا فائدة فيه فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه فإن الأقيسة لا مجال لها يعني هذا أمر يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام فلا مجال بأن تقيس حكما على حكم لتثبت أو تنفي أحد الأقوال في الخلاف قال والأحكام الخاصة يتبع فيها النصوص وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة الخصائص ما ثبت بالنص قلنا به وما لم يثبت لا حاجة إلى الخوض فيه لنقول هو كذا أو كذا نعم هذا القول الأول عن إمام الحرمي الكلام الثاني قال الصيمري منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصائص لأنه أمر انقضى قال وقال سائر أصحابنا لا بأس به وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم هذه المسألة الثانية المنقولة عن ابن خيران من فقهاء الشافعية الكلام في الخصائص خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام فما فائدته للأمة لماذا اعتنى الفقهاء بذكر ذلك في كتبهم ولماذا أفرد له المصنفات هل هو من فضول العلم وزوائده التي ليس فيها نفع هي خصائص يعني غاية ما تخرج به أن هذا الحكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن امرأة لو جاءت وقالت لك وهبت نفسي لك لم يحصل به عقد نكاح معتبر شرعا لكنه حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله قال له يا أيها النبي إن أحللن لك أزواجك التي أتيت أجورهن إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين فهذه أحكام خصائص فهذا التوجه لبعض الفقهاء أن يقول إن تقصي الخصائص وتتبعها ودراسة مسائلها أمر لا فائدة فيه ليش؟ قال لأنه أمر انقضى أمر تم شيء يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام وانتهى خصوصية به قال النووي رحمه الله وقال سائر أصحابنا نقلا عن الصيمري لا بأس به يعني من دراسة الخصائص وتعلمها قال وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم كيف؟ أولا حسبك من الفوائد أن تعرف أن تلك المسائل من خصائصه عليه الصلاة والسلام وإذا كانت من خصائصه إذن إذن فلا يجوز لنا التأسي به فيه ما يقول واحد أنا أريد أن أتأسى به عليه الصلاة والسلام فأتزوج خمس نساء وست وسبع الخصائص خصائص هذه فائدة أن يتعلم المسلم من الأحكام ما خص به رسول الله عليه الصلاة والسلام فائدة ثانية أمر يتعلق بإيمانك وحبك وتعظيمك وتوقيرك لرسول الله عليه الصلاة والسلام ألست كلما ازددت به علما ازددت له حبا ألست كلما عرفت زيادة في ما خصه الله به من القدر نمى قدره في قلبك وازداد تعظيما وتوقيرا في فؤادك هذا مطلب مطلب والجاهل بشيء من تلك الخصائص والمناقب والكرامات ليس كالعالم بها أبدا وكل من عرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحمله على مزيد محبة وتوقير وإكرام واحترام كان والله بتلك المعاني الإيمانية أحضاء وأوفر وأبرك فهذه فائدة أيضا يعني لو قيل لك أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من غير تفكير ولا انتظار ولا تمهل أجل فإذا قيل لك لم تحبه ثم جئت تعصر ذاكرتك تستخرج منها أسبابا استقرت في فؤادك تحملك صدقا على حبه الصادق عليه الصلاة والسلام هنا سيظهر الفرق بين من امتلأ عقله وفؤاده وقلبه أن تعرف ماذا خص به عليه الصلاة والسلام وكيف جعل الله تعالى له من الأحكام ما لم يجعله لأمته هذه الخصائص مبنية على ماذا؟ مبنية على تفرد في مقام وحكم له عند ربه عز وجل فإذا استقر هذا عندك ازداد قدره في قلبك وتلك فائدة هي والله من أجل الفوائد وأعظمها ثالثا من الفوائد أيضا في دراسة الخصائص أنك تميز بينما يصح إثباته ونسبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يصح حتى لا تكون حفرة أو سلة يوضع فيها كل كلام يقال لا تميز بين الغث والسمين والصحيح والضعيف لأن بعض الناس ربما قادهم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقبلوا أي شيء يقال وينسب إليه ولو كان ضعيفا أو ولو كان خطأ لا يصح ولا مستند له بدافع المحبة تسوقهم العاطفة لا هذا ليس صحيحا الدين دين الله والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو الذي خصه وما خصه الله به مما صح وثبت بالدليل فيه والله الغنية والكفاية والشفاء عن أي شيء يزعم من يحب أنه يريد بإثباته إثبات مزيد لقدره عليه الصلاة والسلام قد أغناه الله وكفاه وخصه من الأحكام والمناقب والكرامات ما يغنيه عن دعوة المدعين وكذب الكاذبين فإذن هذه فائدة ثالثة جليلة تمييز الصحيح من الضعيف في سياق الخصائص والمناقب والكرامات والفضائل فتعرف ما الذي يصح مما لا يصح فائدة الرابعة أنها باب عظيم دراسة الخصائص وتمييزها ومعرفتها باب يغلق المدخل على كل أفاك أثيم يدعي الكرامات ويدعي الولاية والمقامات فينسب لنفسه شيئا مما عرفنا أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالله عليكم ماذا تقولون في من يزعم أنه ارتقى في درجات الولاية حتى بلغ فيها مقاما تسقط عنه فيه التكاليف فلا تجب عليه صلاة ولا صيام وأنه لعظيم مكانته وقدره عند ربه لا يحتاج إلى صلاة لأن قلبه مصول بالله يكفيك من تهافت هذا الكلام ووضوح فريته وبطلانه أنه لو كان هذا المعنى صحيحا لكان أولى الناس به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا باب جليل يغلق المداخل الضعيفة والباطلة والموهومة التي ربما يدخل منها بعض الدجاجلة والأفاكين الذين ربما ساقوا على الناس تلك الترهات والأباطل لضعف علمهم أو عقلهم فهذا أيضا من فوائد تقرير ودراسة الخصائص النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هذا كلام الأصحاب والصواب الجزم بجواز ذلك يقصد بالأصحاب فقهاء المذهب الشافعية فإن فقهاء المذاهب عادة يقولون قال أصحابنا وقال الأصحاب والمراد به فقهاء المذهب الذي ينتسبون إليه ولأن الشافع النووية شافعي والمذهب رحمه الله فإذا قال الأصحاب أو قال أصحابنا يقصد به فقهاء الشافعي والصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه يعني دراسة الخصائص ليس مجرد جواز بل هو مستحب بل باستحبابه ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا إن لم يمنع منه إجماع لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف ولا يشاركه فيها وأي فائدة أعظم من هذه هذه واحدة من جملة فوائد قد مضى بك تعدادها لكنها فعلا لأنها فرط بين باب التأسي وباب الخصوصية ولها تطبيق عملي جليل عند الفقهاء إذا جاءوا في مسألة ما فاختلفوا فيها وأضرب لك مثالا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إكراما للقبلة واحتراما قال ولكن شرقوا أو غربوا وثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة حفصة أخته زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام صعد السطح قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشامي مستدبر الكعبة فاختلف العلماء الفقهاء في الجواب عن هذين الحديثين الحديث ينهى لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها والحديث الثاني فيه أنه كان يقضي حاجته مستدبر الكعبة ولا ينهى عن شيء ويفعله عليه الصلاة والسلام إطلاقا من الأجوبة التي قيلت عند العلماء أحد الإجابات أن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام النهي للأمة والجواز له خاصة لكن هذا الجواب ضعيف لما؟ ضعيف عند الفقهاء لأنه خلاف الأصل في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم المحمولة على التعليم للأمة ومشروعية التأسي والاقتداء به فيها أعطني الدليل على أن هذا الفعل خاص به هم لم يقولوا إنه خاص إلا لأجل دفع التعارض والإشكال بينه وبين الحديث الآخر فأجابوا بإجابات أخرى منها أن جواز استقبال القبلة واستدبارها حال البنيان إذا كان داخل البنيان كمثل الحمامات اليوم التي في البيوت والمنازل والنهي إذا كان في الفضاء والفلات والصحراء حيث لا حاجز ولا ساتر ولا جدار يحجزه عن استقبال القبلة فيكون أدعى للتحفظ احتراما وإكراما للقبلة أن لا يستقبلها أو يستدبرها هذا مثال في بيان معرفة فوائد دراسة الخصائص وقد مر بنا دراسة الخصائص في الواجبات والمحرمات وفي المناقب والكرامات وفي التخفيفات والمباحات ولم يمر بنا جواز قضاء الحاجة مستقبل الكعبة أو مستدبرها فإذا ليست من الخصائص فتبين لك أن هذا الجواب في مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحث عن جواب أسد منه وأدق والله أعلم وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا لا تخلوا أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه كما يقولون في الفرائض ترك مئة جدة ونحو ذلك وبالله التوفيق يقول أما المسائل التي تمر في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم بالنسبة لنا قال فقليل جدا طيب هل سنطرح ونترك ونعرض عن دراسة الخصائص لأجل مسائل معدودة الخوض فيها أو التعرض لها لا فائدة منه هذا نزر يسير قال لا حتى هذا النزر اليسير فيه فائدة ما هي فائدة الملكة الفقهية والتدرب والنظر قال ومثله في كتب الفقه لا يخلو في مسائل فرضية في الفقه ماذا لو مر المحرم بسماء عرفة في هوائها هل يعتبر له الوقوف بعرفة هذا قرره الفقهاء قبل وجود الطائرات فكانت مسألة فرضية في ذاك الأوان لو عبر المحرم بسماء عرفة في هوائها في يوم عرفة هل يحتسب له وقوف معتبر شرعا يجزئه عن الركن في الحج هذا كلام كان افتراضيا اليوم حصل له شيء من هذا لو أن طيارا مكلفا بالعمل في الحج وطيلة فترة الوقوف بعرفة سيكون في سماء عرفة هل يصح أن يكون محرما فينوي الحج وينعقد له ويحسب له الوقوف بعرفة هذا الكلام موجود في مسائل الفقه افتراضا والغرض منه عند الفقهاء التدرب وتكوين الملكة واعتياد المتفقه على النظر كما قال للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه قال مثل ما يقولون في الفرائض رجل مات وترك مئة جدة كيف تقسم الترك بينهم في واحد ممكن يترك مئة جدة يموت وله مئة جدة هذه مبالغة ممكن يترك جدتين ثلاثة أربعة خمسة هذا العدد الذي يذكر هو للتدريب يقول إذا كان في أبواب الفقه مسائل ليست واقعة إنما تفرض للتدرب ففيها فائدة يقول فاجعل من مسائل الخصائص القليلة جدا التي لا فائدة منها يعني أشبه بالافتراضية يجعلها من هذا القبيل التدرب عليه لاكتساب الملكة والتحقيق في معرفة الشيء على ما هو عليه ونحو ذلك والله أعلم فهذا آخر من تخبته من نبذ العيون المتعلقة بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وخير الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وحسبي الله ونعم الوكيل ختم الإمام المصنف النووي رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة الموجزة بهذه الخاتمة العطرة وقد تقدم في هذه الرسالة الموجزة جملة أبواب وفصول مختصرة رتبها رحمه الله تعالى على النحو التالي قال فيها بعدما ابتدأ رحمه الله بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كنيته وأسماءه ثم ذكر أمه وولادته ثم ذكر وفاته ودفنه وعمره صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى نشأته ورضاعه وخروجه إلى الشام مع عمه ثم مع غلام خديجة ثم انتقل إلى زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة وهجرته ثم الحديث عن صفته أولاده أعمامه وعماته أزواجه ومواليه وخدمه كتابه ورسله ثم الحديث عن مؤذنيه صلى الله عليه وسلم ثم مر في فصل بالحديث عن عمره وحجته وغزواته وسراياه وأتى بفصل حافل عاطر في أخلاقه عليه الصلاة والسلام ثم انتقل إلى معجزاته ثم انتقل إلى دوابه أفراسه ومركوباته وسلاحه صلى الله عليه وسلم وجعل خاتمة ذلك الخصائص النبوية التي ختمنا بها اليوم مجلسنا العاطر هذا في الحديث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم رعاك الله أن هذه الرسالة التي استعرضناها في ستة عشر مجلسا كان هذا المجلس آخرها بعون الله إنما كانت مقدمة للإمام النووي وليست كتابا مستقلا جعلها مقدمة لكتابه تهذيب الأسماء واللغات شرح فيه المصطلحات الفقهية وترجم فيه لأبرز الأعلام من الصحابة فمن بعدهم ممن يذكر في كلام الفقهاء وفي دواوين الفقهي فلما جاء يترجم للصحابة والتابعين والفقهاء والآئمة الكبار قال أولى من أبتدئ به في الكتاب بذكر ترجمته ولو باختصار أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرا صنع رحمه الله وإن رأيت هذا لعلمت ما الذي كان ينتهج أهل العلم رحمة الله عليهم في الإجلال والتعظيم والتوقير بل وتعليم الأمة كيف يكون موقف المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص من عنايته بسيرة رسول الله وشمائله عليه الصلاة والسلام قال رحمة الله عليه فهذا آخر من تخبته من نبذ العيون المتعلقة بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيون الشيء خلاصته النقية الفاخرة المنتقات بعناية وأخذ الجمل المختصرة منها بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وخير الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وحسبي الله ونعم الوكيل انتهى كلامه رحمه الله تعالى ونحن نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألوا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء واعلموا يا كرام أن من فتح الله عليه وكتب له الانطلاق في طلب العلم وتحصيله وشهود مثل هذه المجالس وغشيان مجامع العلم المباركة مثل هذه التي تزيده إيمانا وعلما وطاعة وقربا فليعرض عليها بالنواجد فإنها من نعيم الدنيا أولا ومن سبيل السعادة ثانيا ومما يقربه إلى ربه ورضوانه ثالثا وكل ذلك يحرص عليه المؤمن الذي يبحث عن حظ نفسه ونجاته وسعادتها ولا يكون هذا آخر العهد فإننا وقد فرغنا في هذا المجلس من هذه الرسالة الموجزة فإنا سنعود ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله لمعاودة درس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله الذي ابتدأناه وتوقفنا فترة التوقف نعود إليه من مجلس ليلة الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه سائلين ربنا جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يجعل علمنا هذا حجة لنا لا حجة علينا وأن نرزقنا وإياكم مزيد من الخير والهدى والسداد والرشاد واجعلوا من مجلسكم هذا وقد استفتحتم ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم امتدادا لبقية ليلتكم أن تظل عاطرة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فإنما تملؤون صحيفتكم نورا وخيرا وبركة وأجرا وذخرا ثم تستنزلون بكل صلاة عشر صلوات من ربكم عليكم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر لا يذكرون محمدا في سيرة إلا تعطر من شذاه لمجلس صلوا عليه وآله وصحابه ليفوح ريحان وينبت نرجس فيرب صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه أدى الجلال والإكرام وصلي يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون واجعلنا بالصلاة والسلام عليه من أسعد أمته صلة به وتمسكا بسنته واحشرنا يا رب في زمرته وارزقنا شفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين